السلام عليكم تقوم بإدخال فلاشة أو هارد أو أي شيء على الكمبيوتر وفزئة تضع لك هذه الرسالة هنا ESB Device Note Recognizing وتعني الكمبيوتر لا يتعرف على وصلة الـ ESB سنقوم بحل هذه المشكلة بخمس خطوات الخطوة الأولى تأتي هنا عند Dispc ثم بعدها نأتي هنا عند هذا الخيار هنا File ثم تضغط هنا على Change Folder تضغط هنا ثم تأتي كهذه النافذة هنا وتقوم بالضغط على View بعدها تقوم بعدم اختيار هذا الاختيار هنا يعني Hide تقوم بعدم اختياره بعدها تضغط على OK وتقوم بنزع فلاشة وإعادة إدخالها وإذا لم يحل المشكلة نذهب إلى الخطوة الثانية تأتي هنا عند Dispc تضغط به من الفأرة ثم عند Manage بعدها تخرج لك واجهة الاختيارات أو هذه النافذة هنا تضغط على Dovis Manager ثم تأتي هنا عند تعريفات الخاصة بالـ USB تضغط عليها هنا عند اليمين هنا عند هذا السهم أو فن بعدها تخرج لك هذه التعريف الخاصة بمخارج الـ USB أو وصلة الـ USB فمثلا هنا في الفلاشة مثلا على هذه الوصلة على هذه الوصلة USB هنا تقوم بالضغط على Update وضغط على Update وضغط على Update بعدها تضغط هنا على Update يجب أن تكون متاصرة بالأنترنت بعدها تضغط على ملاصر ثم تضغط هنا هذا هو التعريف هنا تقوم بالضغط على يعني تضغط على Next هكذا ونتقدر حتى يتم إعادة تثبيت التعريف الخاص بوصلة USB ثم تضغط على Close وهنا نتقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر يضغط على Low بعدها نذهب إلى التعريف الآخر الذي بجانبه هنا هذا التعريف هنا كذلك نقوم بعمل لها تحديث نضغط على Browser ثم نضغط على هنا هذا الاختيار هنا ثم تقوم بالضغط على التعريف وتضغط على Next كما فعلنا في الطريقة السابقة وتقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وإذا لم يحل معك المشكل نذهب إلى الخطوة الثالثة تأتي هنا عند C ثم تأتي هنا عند هذا الملف هنا الخاص بالWindows ثم تبحث على ملف اسمه ENF مونا في هذه الملفات هذا هو هنا تضغط عليه بعدها نقوم كذلك ببحث عن ملف آخر تسميته هكذا يعني WP DMTP ونقطة ENF هذا هو يعني تقوم بالبحث عليه في هذه الملفات هنا يجب أن تبحث عليه أو قم بكتابة هنا اسم ملف هنا الذي قلت لكم بالبحث عليه هذا هو هنا ثم تأتي هنا وتضغط يعني تضغط على الملف هنا هذا هو نلاحظه يجب أن تكون تسمية لفسها تضغط عليه هنا ثم تضغط على install يعني تثبيت ثم ننتظر قليلا بعدها نلاحظه هنا العملية قد تمت بنجاح تضغط على ok وإذا لم يحل معك المشكل نذهب إلى الخطوة التالية تأتي هنا عند demari ثم sitting بعدها نأتي هنا عند system ثم نأتي هنا عند نضغط على يعني هنا عند power and ثم هذا الاختيار كذلك هنا additional power تضغط عليه setting ثم نأتي هنا عند shows يعني plan setting بعدها تضغط هنا وقوم بإضافة power setting وهنا تقوم بالبحث عن اختيار طاقة أو اختيار ESB خاص بالESB هذا هو هنا تقوم بالضغط هنا على الزائد هنا ثم يخرج لك هذا الاختيار هنا تضغط عليه كذلك ثم تأتي كهذه الاختيار setting الاعدادات هنا تقوم بإيقافها ونبلد تقوم بتفعيلها على disabled يعني إيقاف هذه الخدمة ثم تضغط على apply ثم ok وتبعي تشغل الكمبيوتر وإذا لم يحل معك هذه المشكلة فسنذهب إلى الخطوة الأخيرة والمهمة مهمة جدا ويجب أن تقوم بتفريد جميع تعريف خاصة بالكمبيوتر ومنها وصلات ESB أي تسبب مشاكل فأول خطوة يجب أن تفعلها نذهب إلى موقع ونقوم بتحميل هنا من صفحة تحميل سأترك لكم رابط تحميل برنامج في صندوق الوصف ثم نقوم بتحميل هذا البرنامج رابط بوستر فهو يحتوي على 20 ميجا بايت فقط حيث أن هذا البرنامج أو هذا الذي يقوم باسترجاع لنا التعارف بعد قيم بفورمات لكمبيوتر نقوم بتحميله هنا بعد انتهاء من التحميل نقوم بتثبيت نقوم باختيار اللغة نقوم باختيار اللغة العربية ثم اختيار لغاتك ثم نضغط على تثبيت حيث هنا إخواني مع هذا البرنامج يأتي به برامج مثلا لبرنامج جنزة ملفات الضارة من الويندوز فنحن لا نريد هذه البرنامج فنقوم بالضغط على نو تانكس يعني لا نريد ثم نضغط على نيكست وبهذا يقوم البرنامج بتثبيت أو يقوم الويندوز بتثبيت هذا البرنامج حيث هذا البرنامج كما قلنا إخواني هو يسترجاع جميع التعارف الخاصة بالكمبيوتر مثل بطاقة الصوت بطاقة الشاشة بطاقة الوي فاي نقوم هنا بالضغط على نو تانكس يعني لا نريد وبعدها البرنامج بعد انتئة من تثبيت نضغط على سكان فيقوم بسكان للتعارف غير موجودة على الكمبيوتر أما أنا إخواني هنا في هذه الحالة فقط قمت بتثبيت تعارف فتظهر لنا إبضات فقط يعني تحديد تعارف فأما أنت إذا كنت لم تثبيت تعارف من قبل ستظهر لك التعارف غير مثبت على الكمبيوتر مثلا نحن هنا لدينا تعارف الصوت أو عدة تعارف هنا مثلا هذه مثبتة قد ثبتتها من قبل فأما أنت تخرج لك غير مثبتة مثلا هنا تعارف صوت فيديو هذا التعارف غير مثبت على الكمبيوتر فأنا هنا أقوم بإبديد يعني تحديد هذا التعارف بعد البرنامج إخواني سنرجع كل التعارف لغير موجود على الكمبيوتر يقوم بالتحميل بنفسه من الموقع من الموقعي الخاص وبعد تحميل من الموقع فهو يقوم بتثبيت التعارف بنفسه أوتوماتيكيا نتحديد من الموقع تحميل هذا التعارف فهو يسترجع بطاقة الشاشة بطاقة الصوت وبطاقة وكل شيء للتعارف خاصة بالكمبيوتر ويقوم كذلك إخواني بتحميلها وتستطيع أن تضغطه هنا على أوتوماتيك روستات بي سي يعني بعد انتهاء من التحميل يقوم بإعادة تشغيل نفسه بنفسه يعني لك الخيار في ذلك وبهذا إخواني قد نكون قد سرجعنا جميع التعارف الخاصة بالكمبيوتر عبر هذا البرنامج driver booster فلتنسوا إخواني الاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم